السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هكون معاكم في شرح منهج grade 6. اه طبعا اولياء امور كتير وطلاب يشتاكم من منهج ده ان هو مش سهل عليهم. فبازن الله نبدأ كده نلخصوا واحدة واحدة ونشرحوا ونوضحوا. طبعا الطلاب طالعين من grade 5 لgrade 6. اتفاقوا بالمنهج اتفاقوا بالمعلومات الكتير جدا جدا. فان شاء الله نبدأ كده نوضحوا واحدة واحدة وما يبقاش فيه اي مشكلة بالنسبة للطلاب. اول حاجة موديول بيتكلم عن سيلز اند لايف. هنبدأ بايه هي السيلز. قبل كده العلماء ما كانوش او الناس عموما ما كانتش عارفة ان الكائنات عبارة عن اشياء يعني عبارة عن اشياء اضق واضق اللي هي الخلايا والحاجات دي ما كانوش عارفين اساسا كانوا بيشوفوا الكائن الحي عبارة عن صورة متكاملة فقط. ما كانوش يعرفوا ان هو عبارة عن اجزاء اصغر واجزاء اصغر واجزاء اصغر وهكذا لحد ما نوصل الاصغر جزء في الكائن الحي اللي هو السيلز. بدأوا يكتشفوا ده امتى وبدأوا يعرفوا ان الكائن الحي بيتكون من سيلز وهكذا امتى اول لما اكتشفوا المايكروسكوب. طيب مين اللي اكتشف المايكروسكوب مين? اول واحد عمل مايكروسكوب بسيط جدا هو العالم اسمه روبرت هوك. روبرت هوك ده اول واحد صنع المايكروسكوب واول واحد قدر يتعرف على ان الكائنات الحية او عبارة عن خلايا. والخلايا دي هي هي اشياء دقيقة جدا جدا اه لا ترى بالعين المجردة طبعا. ولازم نكبرها بالمايكروسكوب اه مرات عديدة عشان عن بتاعها عشان نقدر نشوف السيلز دي. عشان كده العلماء في الاول ما كموش عارفين الكائنات الحية اصلا عبارة عن خلايا دقيقة كده. ام بعد كده المايكروسكوب اللي اختراع روبرت هوك كاي اختراع بيتم اه بيتم في الاول او بيكون في الاول حاجة بسيطة جدا. فاجأ مين اللي عمل او تحسينات على المايكروسكوب ده اللي هو العالم انتوني فان ليفن هوك. انتوني فان ليفن هوك ده هو تاني واحد او اه تاني عالم عمل على الفيرس مايكروسكوب اللي هو تم اختراعه عن طريق روبرت هوك. تمام كان المايكروسكوب اللي اختراعه او اختراع يعني انتوني فان ليفن هوك او اللي عمل عليه كان بيكبر حوالي 270 مرة عن الوريجينال سايز. فكان سهل ان هما يشوفوا عن اورب ويشوفوا هما بيتكونوا من ايه. بعد كده اللي بدأوا يشوفوا بقى ويدرسوا حاجات مختلفة زي البلود وهكذا. ليه ببركة من الماء والدم وهكذا عشان يشوفوا دول بيتكونوا من ايه. طيب من خلال دراستهم ومن خلال اكتشافاتهم بالمايكروسكوب طلعوا كده بالثيوري او نظرية اسمها سيل ثيوري. تمام? النظرية دي فيها او تلات مبادئ للثيوري اللي هي تم اكتشافها او تم استنتاجها من اكتشافاتهم في دراسة الاشياء المختلفة. ايه هي ومهمة جدا. او الواحد كل الكائنات الحية عبارة عن خلايا. مفيش كائن حي ممكن يكون موجود من غير اصلا ما يكون عبارة عن خلايا. لان دي هي وحدة بناء الكائنات الحية. الخلايا اه او السيلز او الخلايا اه هي وحدة بناء الكائنات الحية. فبيقول هنا ان كل الليفينج تانكس او ميد او سيلز. تمام? تاني حاجة سيلز اه برفوم ديفرن فانكشنز تو كيب او رجانزمز الايب. يعني الخلايا بتقوم بوظائف مختلفة عشان ايه? عشان تبقي الكائن الحي اه على قيد الحياة او تخليه عايش. تمام? فهي كل مجموعة من الخلايا بتقوم بوظائف مختلفة. يعني مش كل الخلايا بتقوم بنفس الوظيفة. لأ كل جروب من من الخلايا بتقوم بوظائف مختلفة. تمام? all cells come from pre-existing cells through the process of cell division. الخلايا بتاعة الكائنات الحية اه يعني مش بتستمر معاها طول حياة ومال بيحصل لها ايه? بيحصل حاجة اسمها cell division او انقسام خلوي. عبارة عن ايه cell division ده. عبارة عن ان الخلايا القديمة. الخلايا كل فترة بتتجدد. فالخلايا القديمة دي بتموت. وبيطلع خلايا جديدة بدلها. فالخلايا الجديدة دي جاية منين? اكيد جاية من الخلايا القديمة اللي كانت موجودة. الخلايا القديمة بتنقل لها الجناتك ماتيريال او المادة الوراثية بتاعتها. فبتساعد على بناء خلايا جديدة. تمام? يبقى كل الكائن. كل cells come from pre-existing cells. من خلايا سابقوا. من خلال بروسس اسمها cell division. تمام? المهم جدا يتحفظوا. طيب. مع الاكتشافات والتحديثات بقى في المايكروسكوب فبقى عندنا نوعين من المايكروسكوب اللي هما ايه? light microscope والكترون مايكروسكوب. اللايت مايكروسكوب بيستخدم اللايت واللينسز عشان يعمل ايه? يعمل enlarge للامج. يكبر الصورة. تمام? light microscope can enlarge image up to one thousand five hundred times. بيكبر الصورة حوالي الف ونص مرة عن الوريجنال بتاعها. تمام? في بعض الحالات لازم عشان يدرسوا العينة دي. يعملوا فيها ايه? لازم يعملوها stands with a die. يعني اه او stand with a die. اللي هي يصبغوها بصبغة. لازم يحطوا عليها صبغة بلون معين. عشان يقدروا يشوفوا التفاصيل بتاعتها بوضوح تحت المايكروسكوب اللي هو الضوئي او light microscope. تمام? طيب نيجي الا Eve MS five. بيستخدم beam of electrons. حزمة من الالكترونات من اسمه كده. يبقى بيستخدم beam of electrons. آآ خلال الوبجيكت او على سيرفس آآ على الوبجيكت سيرفس. يعني بتمر من خلال الوبجيكت نفسه. بتختارك الوبجيكت او على السيرفس بتاع الوبجيكت على سطح الوبجيكت عشان يقدروا يشوفوا الصورة. ده مüneوع وده نوع يعني اللي هو بيختارك العينة عشان نشوفها من جوا وندرسها من جوا%. mind? ده نوع من الالكتروميكروسكوب والماكروسكوب اللي بيدرس الوبجيكت سيرفس ده نوع تاني من الالكتروميكروسكوب هناخدهم دلوقتي. طيب الالكتروميكروسكوب بيكبر الصورة كام مرة حوالي 100 ألف مرة عن الوريجينال سايز بتاعها. تمام؟ ده 1500 مرة بس لكن ده 100 ألف مرة عن الوريجينال سايز. عندنا النوعين بقى اللي احنا قلنا عليهم من الالكتروميكروسكوب الترانزمشن الالكتروميكروسكوب والسكانينج الالكتروميكروسكوب. ترانزمشن الالكتروميكروسكوب تی اي ام وسكانينج الالكتروميكروسكوب اس اي ام. طيب التي ام زي ما انتوا شايفين في الصورة كده هو اخترق العينة البيمزوف الكترونабат الراءت glued there. اخترقت العينة عشان ندرسها من جوه. درسنا الديتيلز بتاعتها من جوه. تمام؟ بيدرس الأشياء الصغيرة جدا 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 عن طريق أنه بيباس بيخترك الأبجيكت ويظهر بقى الصورة على الكمبيوتر تمام نيجي الاس اي ام اللي هو سكانينج إليكترون مايكروسكوب على طول أو دايما بيدرس الأبجيكت سيرفس يعني هو بيدرس سطح الخلية نفسها زي ما انتوا شايفين احنا شايفين هنا الصورة من برة صورة ثري دي أو ثري دايمنشل امج أو صورة ثري دي للأبجيكت نفسه تمام؟ يبقى هو بيدرس The Object Surface وبيتطلع لي صورة ثري دي زي ما انتوا شايفينها طيب عندنا عندنا نوعين من أنواع الأورجينزم نوع يوني سيلولر أورجينزم ومالتي سيلولر أورجينزم اليوني سيلولر اللي هو كائنات وحيدة الخلية يعني هي عبارة عن خلية واحدة فقط تمام؟ طيب اللي هي living things that are made of only one cell تمام؟ مالتي سيلولر أورجينزم يعني كائنات متعددة الخلية بتحتوي على ملايين الملايين من الخلية تمام؟ من أول خليتين لحد ملايين أو بلايين ده اللي هي مالتي سيلولر أورجينزم اليوني سيلولر زي البراميسيوم والأميبة براميسيوم وأميبة دول يوني سيلولر ما عندهمش غير خلية واحدة المالتي سيلولر زي الماوس زي الهيومن زي البلو ويل دول عندهم إيه؟ ده عنده 12 بليون الماوس عنده 12 بليون خلية طبعاً كتير جداً جداً الهيومن عنده حوالي 37.2 تريليون أكتر بكتير من الماوس البلو ويل عنده 100 كوادريليون أعلى كتير جداً من الهيومن يعني كل الكائنات دي عندها خلاية كتير جداً جداً أكترهم من البلو ويل تمام؟ دي الكائنات اللي هي المالتي سيلولر بعد كده عندنا او خصائص الحياة يعني إم تقول إن أو الكائن ده الحي ده أو إم تقول إن ده كائن حي أصلاً يعني لازم يكون عنده صفات معينة أو خصائص معينة عشان أقدر أقول إن ده كائن حي زي إيه مثلاً كل الكائنات الحية عندها تركيب مختلفة في جسمها كل تركيب منهم بيقوم بوظيفة مختلفة زي الإنسان عنده أدين وأقدام وعين وفم وأذن وهكذا عنده structures كتير جداً في جسمه كل structure فيهم بيقوم بوظيفة محددة أو مختلفة تمام؟ living things grow and develop living things بينمو وبيتطور ما بيفضلش عندي سن معين ولا حجم معين لأ كل فترة بينمو وبيحصلوا increasing size وهكذا خلال life spans أو دورة حياته تمام living things create new living things living things بيكونوا أو بينتجوا living things تانين عن طريق عملية reproduction أو التكاثر living things بينتجوا living things تانين تمام؟ بيستجيبوا للتغيرات اللي في البيئة بتاعتهم يعني أي تغير في البيئة الكائنات الحية بتتفاعل مع التغير ده وبتستجيب للتغير ده تمام؟ في عندهم characters تانية مهمة جداً أنهم عندهم homeostasis أو توازن داخلي تمام؟ يعني إيه توازن داخلي؟ ability to maintain steady internal conditions يعني القدرة على ثبات الظروف الداخلية يعني إيه؟ عندنا ثبات داخلي أو ظروف داخلية ثبتة عندنا درجة حرارة معينة عندنا ضغط معين ماينفعش يزيد أو يقل وإلا يحصل مشكلة عندنا نسبة السكر معينة في الدم وهكذا عندنا كل حاجة عندنا نسبة الضغط أو قلناها نسبة ضغط معينة في الدم وهكذا الحاجة لما بتزيد أو بتقل بيحصل مشاكل فإحنا بنتميز إن إحنا عندنا homeostasis أو توازن داخلي كل الكائنات الحاجة بتتطلب energy أو طاقة عشان تقوم بأي مهمة أي مهمة وأي process إحنا عم محتاجين نعملها محتاجة energy عشان نقدر نقوم بالمهمة دي تمام؟ طيب زي ما خدنا نوعين من الorganism اللي هم unicellular organism multicellular organism عندنا كمان نوعين من السيلز نوعين من الخلايا نفسها تمام؟ إيه هي أنواع الخلايا؟ عندنا procarytexyl ويوكاريتيكسيل طيب في عندنا اختلافات وتشابهما بينهم الprocarytexyl إيه هي؟ واليوكاريتيكسيل هما الاتنين بيحتووا على الجيناتك ماتيريال المادة الوراثية اللي هي المادة الوراثية اللي بتنقل الصفات الوراثية للاجيال اللي بعد كده فالمادة الوراثية دي مهمة جدا ولازم تكون موجودة في جميع أنواع السيل سواء برو كاريوتك أو يو كاريوتك طيب البرو كاريوتك بقى الجيناتك ماتيريال اللي فيها او المادة الوراثية اللي فيها زي ما انتم شايفين في الصورة كده مش محاطة بغشاء هي موجودة في الخلية كده مش محاطة باي باي ممبرين او اي غشاء تمام البرو كاريوتك بتكون smaller than يو كاريوتك سيل بتكون اصغر من الخلية يو كاريوتك تمام فيها ارجنلز بس برضو الاعضاء او العضيات اللي فيها العضيات دي تصغير عضو يعني اعضاء كده صغيرة الاعضاء او العضيات اللي فيها ما بتكونش برضو محاطة باغشاء بتكون موجودة فيه السيتو بلازم الخلية ما بتكونش محاطة بغشاء تمام دايما او اغلب البرو كاريوتك البرو كاريوتس اللي بيحتووا على برو كاريوتك سيلز يعني الكائنات اللي بتحتوي على برو كاريوتك سيلز بنقدر نقول عليهم انهما ايه برو كاريوتس فاغلب البرو كاريوتس بيعيشوا في جروبس كده اسمها colonies او مستعمرات بيعيشوا في كأنهم ملموعة مع بعض او مستعمرة مع بعض تمام طيب نيجي لليو كاريوتك سيلز الجناتك ماتيريال بتاعيتها طبعا سيراوند باي لاينينج بتحاط بغشاء تمام طيب اليو كاريوتك اكبر حجمها اكبر من البرو كاريوتك سيلز اليو كاريوتك كمان فيها أورجنلز كتيرة فيها أورجنلز والأورجنلز دي اغلبها بيحاط بممبرين او غشاء كل أورجنل فيهم عنده فانكشن محددة او وظيفة محددة تمام وقلنا ان اليو كاريوتك سيلز هي بتكون حجمها اكبر من البرو كاريوتس وده شكلهم هما الاتنين لازم يتحافظوا او لازم تعرفوا تفرقوا بين شكلهم طيب العلماء مش بس عملوا كلاسفكيشن للكائنات عن طريق البرو كاريوتك واليو كاريوتك سيلز لا هما كمان عملوا كلاسفكيشن تانية أسموا الكائنات لـ 3 domains 3 مجموعات كده كبار تحتهم تحت 3 مجموعات دول 6 kingdom يعني الdomains عندنا 3 domains فقط 3 مجموعات كبار شاملين كل الكائنات اللي هما باكتيريا وي أركيا ويو كاريا التلاتة دومين دول بيحتووا تحتهم على جميع الكائنات الموجودة حاليا باكتيريا ويو كاريا قسموا الثلاثة دومين دول لسيكس كينجدم البكتيريا الكنجنب بتاعتها بكتيريا بس الاركيا الكنجنب بتاعتها اركيا كمان لكن اليو كاريا عندها فور كينجدم اللي هما ايه بروتستا وفانجاي وبلانتيا وانيماليا تمام البكتيريا ايه الكاراكترس بتاعتها ان هي بتكون الكائنات بتاعتها سيمبل يعني كائنات بسيطة جدا وبتكون كائنات وحيدة الخلية الاركيا كمان برضو بتكون كائنات وحيدة الخلية اوكي البروتستا والفانجاي بيكونوا ايه اما اللي هما البروتستا والفانجاي دول في اليو كاريا خلاص دخلنا في اليو كاريا دخلنا في الكانجدمز بتاعت اليو كاريا البروتستا والفانجاي ياما بيكون يوني سيليلر ياما مالتي سيليلر يعني ساعات بيكونوا ده وساعات بيكونوا كده طيب البلانتيا والانيماليا طبعا دول اكتر كائنات متطورة فطبعا لازم تكون ايه لازم الكائنات دي تكون مالتي سيلولر ارجانيزمس تمامي بقى عندنا كائنين يوني واثنين مالتي اللي هما الانيماليا والبلانتيا واثنين يا اما يوني سيلولر يا اما مالتي سيلولر اللي هما البروتستا والفانجاي دي الكلاسفكيشنز بتاعة الكائنات الحية اتمنى يكون اول درس بسيط ووضح بالنسبة لكم ان شاء الله هنستمر فيه سلسلة لشرح باقي الدروس واللي محتاج يسأل في سؤال او اللي عايزني اشرح له حاجة تاني هنزل لكم قناة التليجرام والواتساب الخاصة بجريت سيكس ان شاء الله سألوني عليهم شكرا جدا